اشتركوا في القناة وانت المنور وقناتنا الموصلية الجميلة استاذ عبد الكريم عندنا تقرير نتابع سويا بعدها نعم نناقش موضوع اليوم على راح الله أحفظك شاهدك كرام فاصل قصير ثم نعود تتواصل الأزمات في مدينة الموصل ازديادا وتطورا يوما بعد آخر وبعد أزمة الكهرباء وأزمة الغاز المنزلي وأزمة النفط الأبيض ها يتتواصل أزمة الجاز وايل في تعميق معاناة أهالي المدينة أكثر فأكثر الزمات تنأكد عدد من النشطاء والإعلامين أنها مفتعلة وتهدف إلى ألهاء الرأي العام عن مطالبه وقضائه الحقيقية على غرار تخصصات المحافظة التي جاوزت أربعة آلاف مليار منذ عام 2019 ومصير المشاريع المنجزة ضمن بالغ الدعم الطارق والبالغ في متها تريليون وخمسين بليار دينار مبالغ لا يزال الأهالي رغم هذه الأزمات يطالبون بالتفاصيل عنها وعن طرق حالة المشاريع ويطالبون النزاة والجهات القضائية بالكشف عنها مشاهد الكرام مهلا بكم جديد سعد بالكريم رحبك مرة أخرى في حدث اليوم سعد بالكريم بتأكيد جنابك متابع للواقع العام يعني سياسياً اقتصادياً اجتماعياً في البلد مثل كل العراقي كيف تتقيم هذا الواقع؟ واقعنا كان مؤلماً ولازال مذجاءنا لاحتلال اللعين نعم ندعو دائماً أنه أن الله سبحانه وتعالى يفرج عننا ما نحن فيه نعم إن شاء الله ولكن يبدو أن الدعاء غير مستجاب كما هو حال المطر تأتي الغيوم وتذهب ولم ينزل من الغيث شيئاً رحمة الله واسعة إن شاء الله نتمنى هذا وأكيد رحمة الله واسعة لكن بسبب ذنوب العباد وبسبب عدم حب الوطن عدم حب الله عدم حب الآخرين الوضع من سيئين إلى أسوأ لكن أعللوا النفس بالآمال يرقبها ما أضيق العيشة لولا فسحة الأمال نسأل الله الفرج طيب يعني حكومة السيد السوداني دخلت بالشهر الرابع يعني بالتأكيد لديها منجز لديها ملاحظات يعني حضرتك أو غيرك من المراقبين كيف تقيم حكومة السيد السوداني هل تراها يعني تسير بالشكل الصحيح أم لديك ملاحظات نحن متعلمين كل رئيس في زرائي جينا يعطين نفسه مئة يوم هذا يعطونه أربعة أشهر وهم ما شفنا شيئاً إذا ما أكو شيء على أرض الواقع ملموس فنعتبر أنه أي إنتاج ما موجود ماذا حل بالعراق خلال هذه الأربعة أشهر نفس الوضع كما سبقه الآخرون قرارات بيانات اجتماعي مجلس الوزراء سفر إلى الخارج توقيع عقود مع دول من أجل تعاون ثقافي وعلمي وبناء وعمران بس على أرض الواقع أنا اللي يهمني في عراقي التعليم المدارس المشافي طرق المواصلات الطاقة الكهربائية البطالة غير موجودة الناس تعيش برغد نفس الوضع بقى بالعكس الفقر ازداد وسط التقارير الدولية تقول أربعين بالمئة من الشعب العراقي تحت خط الفقر فما هي نتاجات السوداني مع جل احترامنا وتقديرنا له كونه مهندساً المفروض أكو شيء ملموس بالحصة الغذائية بالطاقة الكهربائية بالعكس الطاقة الكهربائية انهارت قبل أيام هذا يعني أنه نحن على حافة على شفاء حفرة لماذا؟ لأنه الجانب الإيراني ما يعطينا غاز والغاز تعرفون أنتو كل سنة ينراد له ست مليارات وشركة سيمونس قالت ست مليارات أجيب لكم وحدات توليدهم من خمسمائة ميجا تكفي العراق وزيادة ثلاثين ألف ميجا بست مليارات وضمان خمس طاعة سنة نحن الغاز اللي عايجينا قطعونه عننا أو قللوا كميته فقده من الطاقة الكهربائية سبعة آلاف وخمسمائة ميجا فهي ترجع عليه من على أداء رئيس الوزراء لأن رئيس الوزراء مسؤول عن معيته لماذا ما عدوا العدة لهكذا حالات لماذا ما بنونا محطات جديدة فكذلك هو حال نهر دجلة اللي أسعى نشوفه الجمهور هذا وضع نهر دجلة سد الموصل انتهى مفعوله وأسعى التوليد بالسد صفر لأنه ما الإرادات المائية الخفارة من تركيا تكاد تكون مساوية للمصروف فقط للشرب والسقي والزراعة إذن ماكو توليد للكهربائي يحتاج إلى طاقة مائية ووفرة مائية فرئيس الوزراء إلى حد الآن ما بين منه شيء على أرض الواقع لكن نتدحق على ملامحه على هندامه على هدوه تحس أنه وراءه أكو خير هل هذا الخير سياتي الله أعلم إن شاء الله طيب يعني هو أعلن أن حكومته ستكون حكومة خدمات نعم يعني كسابقيه المهم يعني حكومة خدمات نعم يعني هل تغير شيء من هذا الواقع هو الخدمات أستاذ عبد الناصر كما قلنا الخدمات أشنو بالوطن قلنا الماء والكهرباء يحتاج المواطن البسيط يشوف بالشارع طفرة كبيرة وبالرصيف وبالزراعة أنا وأيد الفقير لكن أنا كمهندس أنظري لبلدي ماذا جرى من جديد في المدينة لا زال المساجد مدمرة وعيبنوها المتبرعين ما عندي فندق دي أستقبل بين الضيوف الكرام من يجوني مؤتمر رضا أكون مؤتمر وين الفنادق اللي وين المشافي اللي تروح عليها كارفانات وتعبانة وين الدواء وين التعليم المدارس قسم منها ستنهار ماكو شي جديد فإذا ماكو حكومة خدمات حكومة أقوال وليس أفعال يعني ترى أن الحكومة نجحت في هذه الأربعة تشهر أم لديها طبعا هو المفروض أكو خطة خمسية تمشي عليها الدولة ما خطة أشهر ماكو شهر وشهرين وثلاثة هالسعى من تبني بيت بيت إذا تبني وحده تطول بيها أقل شي عشر تشهر تمام كيف إذا تركه ثقيلة عافية الوطن مدمر فأربعة تشهر ما بيها تقييم لكن نتأمل أنه سيفعلون شيئا وبالحقيقة لو هم جادين هاي الجانب الصيني والكوري الجنوبي بعروض بسيطة اتفاق بسيط مقابل مثلا كما طلبه الصينيون ميتين وخمسين ألف برميل نفط يوميا وعلى مدار عشرين وثلاثين سنة عمرون العراق من شماله لجنوبه بس إحنا ننتج حوالي قرابة الخمس ملايين برميل أين تذهب أموالها الله أعلم يقولون مهتمين بالرواتب وكذا والرواتب انتوا شفتوا فرق الدولار اللي كان راتبه مليون ونص كان عشر أوراق هالساعة المليون ونص عادل ثم أوراق وارتفعت الأسعار إذن الموظف بالذات الموظف خسر من راتبه تقريبا أربعين إلى خمسين بالمئة فما أعتقد أنه الكلام صحيح طيب يعني على ذكر الدولار ذكرت جنابك أنه نعم شوف الشارع المواطن الفقير الموظف يعني على أقوة يومه أثر به كثيرا هذا ارتفاع سعر الدولار نعم يعني عدم استقرار المواد التاجر اللي يمشتري مواد من قبل شهرين ثلاثة نعم بدأ يتعامل هاي المواد بسعر اليوم يعني ما يقول أنا قبل شهرين ثلاثة اشتريتها المفرض حقه حقه استاذ محمد هو إذا باع بالسعر السابق معناه ما رح يقدر يشتري أو يوفر بضاعة للأيام القادمة هاي مسؤولية الدولة الدولة هي من هي البسؤول عن سعر الصرف ما بين الدولار والدينار إحنا إذا ما يكون سعر صرف يتناسب مع طاقة الموظف طاقة المواطن مع كفاءته أو قدرته المالية طبعا رح تنهار الأسواق والمواطن أصلا رح ينهار عصبيا لمباشرة أنا عندي راتب محدد وما أقدر يوفر لأهلي ما يحتاجوا البيت هذا اللي عن دوراتب كيف اللي ما عن دوراتب يشتغل بالحرار أو اللي يرى على باب جديد من الصبح للظهر وماك ما يلقي شغل الصبح للمغرب ما يطلع له خمسة آلاف دينار ستة آلاف دينار يعني ماذا يفعل بهذا المبلغ نعم ف يعني الوضع أبو محمد الوضع إحنا يوميا نطلع بالبرنامج كل كم يوم نطلع بالبرنامج بصراحة أنا مش مائز من وضع الحكومة بالكامل الشعب محترم يبيض الوجه مثل ما بيضوا وجهنا أهل البصرة بطولة الخريج 25 الشعب رائع بس قادة الشعب الذين تسيدوا علينا دائما نقولها نقولها على غفلة من الزمن المشكلة في هؤلاء طيب يعني تبديل استبدال مثلا محافظة البنق المركزي بشخصية أخرى هل سيغير الحال ممكن يعني تنخف والله هو يستقر على سعر هذا علي العلاق الجاند جديد أصلا كنشتغل قبل مدير البنق المركزي هذا من يوم الثلاثة أولار بيع يركب الطيارة من بغداد يجي على أربيل يستقر يعني عنده يومين فتين بالأسبوع ما يداوم وبعدين يعني أثبت ذي الأيام أنه علي العلاق وأمثاله يعني سبب في مشاكل مالية كثيرة بالبلد فإحنا نستبدل يعني يعني بصراحة قشر مع قشر فما أعتقدك فائدة ما هو الحل برأيك يعني عندنا اقتصاديين كبار عندنا شخصية استاذ المهرة بخيالها دائما نقولها والوحدة بآمرها إذا ما الخيال مطبوط ويجيب أنه ناس أكفاء أهل اختصاص إحنا أشن الفائدة يجيني العلاق والملاق وكذا ما هي الفائدة من الشخص اللي يجي المعروف سياسيا وغير معروف بكفاءته يعني ربما كندرس ربما كندرس بس ماك المهندس مهندس ولاك الطبيب طبيب ولاك الاقتصادي اقتصادي أكو ناس يشد لهم الناس يشار لهم بالبنان خلي يجيبون هكذا ناس بعيد عن التحزب وعن السياسة وعن الانتماء إلى الخارج لأن أكثرهم العيجون ينتمون إلى دول مجاورة نحن نريد انتماء وطني لهذا العراق العظيم عراق المجد والحضارة فإذا ما يجون الناس كفاء يبغضون القلب لا يجد وفي تغيير الأسماء طيب في حال عدم معالجة يعني مشكلة الدولار وارتفاع الأسعار يعني ماذا تتوقع ستنهار العملة مثلا تنخفض ينهجم البلد مثل ما انهجمت لبنان السعب لبنان شدت فلوس يزدتوها على فقير متمدد على الرصيف الفقير يفتح ويدحق شد فلوس لبنانية يشيل يزدت بسلة الأوساخ يمه احنا هم راح يصير وضعنا هكذا إن لم تعالج المشكلة وإحنا بعدين بلد بلد خير مبيعاتنا يوميا حوالي خمسة مليون برميل إذا تحسب في ثمانين دولار خمسة مليون في ثمانين إذا تحسب خمسة في ثمانين أشقد أربعمية مليون دولار يدخل عليك أربعمية مليون قليدي باليوم لبنان إيش عند لبنان انهار بس إحنا بلد خير الغاز والنفط والكبريت والحديد والنحاس والذعب والزراعة وأرقما موجود بالبلد البشر الحلو مالته وهذا الخدوم المواطن الخدوم والتربة الصالحة والظروف المناخية الرائعة ووفرة المياه تماما ستعنقل دجلة شاح والفرات شاح بس المياه وفيرة في باطن الأرض العراق مخزون مخزون الله خلقه الله دارانه مدارا ما طبيعية لهذا البلد بس ما عدنا القادر اللي اتبغى هذا القلب طيب ماذا عن محافظة نينو أنت مهندس بالتأكيد متابع لعمل البلدية المجاري أكيد الدولة الخدمية كيف ترى واقعها يعني الخدمي العماري اللي موجود كل شي نسبة وتناسب نعم احنا قلنا قبل قليل أنه الدول تضع خطة خمسية لإعمار دولة كاملة بلد كامل خطة خمسية احنا تحررت الموصل بياسنا 17 بداية 17 دحسبها 17 محسوبة 17 18 19 20 21 22 وإحنا 23 السنة السابعة بدت يعني عبرنا الخطة الخمسية الخمسية مري عمار دول هاي خلي شوف المواطنة السعب الكامير هاي الموصل القديمة هذا الخراب ذاك ومو هاي دي صير 7 سنين والخراب لا زال كما هو المواطني جزء اللي عنده إمكانية عشر ملايين خمس طاعت جاء عمر شوية من بيته هون ولا زالت الموصل تبكي على نصفها الأيمن يعني إعماريش هذا أنا لا أنتقد يعني الأداء اللي موجود وقول أنهم فاشلون لا بس كل واحد نسبة وتناسب على حجم طاقته كل واحد طاقته يجوز السيد المحافظ يشوف أنه الشوارع اللي سواه والأرصفه شيء عظيم بالنسبة لي كمهندس أراها يعني جدا متواضعة وما تتناسب مع طاقات عراقي مع طاقاتنا البشرية والدوائر الموجودة الخدمية البلدية دائرة عملاقة الطرق دائرة كبيرة الجسور أبو الصحة بس بشكل عام بشكل عام أنا أرى أنه نسبة الإنجاز لا تتعدى خمس طعش بالمئة طيب ماذا عن المشافي المشافي أيضا تعاني المشافي تبكي وزارة الموصل أيضا مستاذة عبد الناصر الموصل أيضا مستهدفة بصراحة مستهدفة من كثيرين بس إذا يسعى رب الدار رب الأسرة رب المحافظة رب الصحة والمدراء والمسؤولون أكيد يحصلون رغم أنها مستهدفة بس ما نشوف أنه بالصحة أكو سعي جاد ولا أبو السياحة ليش أبو السياحة يقل أهمية عن أبو السياحة وعن أبو الكهرباء كلها مهمة لا المفروض الكل تمشي بنفس المستوى أبو البلدية يبلط الشوارع أبو الجسور يسوي الجسور أبو الحدائق يسوي الحدائق أبو المشافي المشافي أبو التربية المدارس جامعة الموصل السعتام تروح تزورها تبيض وجه ليش؟ ما لها علاقة لا بغداد ولا بالمحافظة بطاقاتهم من الدول المانحة أعادوا تقريباً 80 إلى 90% من جامع استغلوا هذا بشكل صحيح يعني هذا أنا دائماً سبحان الله خاصة مع أستاذ قصي الأحمدي أقول له بابتسامتك أنت تحصل فلوس أكثر ما تجيبها من بغداد عنده ابتسامة تخبر يطلع خليه يدزو مؤتمرات الألمانيا الفرنسا السويد الله وكيل بابتسامته يجيب فلوس أفضل مما تجيبها الوزارة نفسها ومن تمويل الحكومة المركزية فالشغلة تعتمد على الرأس في كل مكان الرأس لكن يعني من تجيب الشارع تشوفه أكو تغيير التغيير موجود يعني أكو تغيير يعني مختلف عن بس بطيئ أنت بسبع ستين 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 شارع ما للجامعة تبلط وكذا هاي حصيلة سبع سنوات صح؟ نعم سبع ستين أبلط شارع نعم احنا بربع سنين تسوينا شارع يقولون النظام السابق نعم تسوينا شارع طوله ألف كيلومتر من الأردون إلى البصرة يجي لي بغداد ألف كيلومتر إلى حد الآن تهبط بالطائرات إذا يريدون ينزلون للطوارئ هذا الشغل الحلو اشتغلنا تس ستين أربع سنين إياه صارنا سبع ستين بعد ما كملنا شوارع المدينة بعد عندنا الأقضية والنواحي تطلع القرى لديها لبساكو عمل بالقرى العمل موجود لكن احنا قلنا نسبة وتناسب أنا بالنسبة لي أتكلم كمهندس كمهندس أنا أنتقد أنتقد هذا الأداء أنا أريد أداء أقوى يقولون فلوس يروحون يجيبوها من بغداد ما تنطي بغداد خلي يطلعون بالتلفزيون يقولون بغداد ما عدت تنطينا فلوس أو بغداد تنطينا مليار تقل منها 400 مليار رشوة خلي يطلعون يحكوها على الشي يخافون يعني إذا واحد يخاف على منصبه ما يخاف على أهله الما يخاف على أهله يعني بصراحة واللي يخاف على أهله لازم يكون منتج منتج في كل الاتجاهات تمام لولا فأطلع أتكلم أحكي حقيقة طالبوا قولوا المشافي ما تقبل وزيرة الصحة مثلا نبني المشفى الفلاني السبب 1-2-3 أخليني قاطع الحروف حتى الشعب يفهم الوضع ليش أنا أساعد أنتقد أنا منتقد أنا منتقد لأداء الصحة بالذات ولأداء التعليم مئات المدارس الموصل تحتاجها المحافظة أقصد مئات المدارس وين المدارس تروح تشوف فسة المدارس في الزورها أكو طلاب قاعدين على الأرض الرحلات مكسبة شبابيك ماكو تدفئة ماكو تبريد ماكو الصبورة يجوز بالزور المدرسة أو المعلبة تكتب عليها على ما تمساه هي ما ترهمها كذا أمور يعني الوضع الوضع مؤلم يعني جنابك رئيس اللي تجمع أهل الموصل نعم هذه الطروحات اللي اطرحت أحضرت قبل قليل يعني نقشت مع السادة المسيرين بالمحافظة والله يقولون التعلم في الصغر كالنقش على الحجر والنقاش مع هؤلاء كالضرب على الماء الماء اش قد تضربينه وظالمي والهو اش قد تضربينه بغربال ما يأثر شي كنتكلمنا مع مسودين كثر وبالجلسة يحترمون الآراء وشوفهم الله الله عندهم اش قد يستجيبون ويونسون واريحية بس التنفيذ على الواقع مفقود طيب بتأكد متابع جنابك الأزمات اللي تعاني منها المحافظة أبرز الأزمات اللي سجلتها بدفتر ملاحظاتك أنا بالنسبة لي أهم ما يعنيني هو الكهرباء لأنه طاقات الدول تقاس من ثلاث أشياء أي دولة سعة تشوف الدولة تذكر فلان دولة يجون على الطاقة الكهربائية استهلاك للطاقة الكهربائية وفرتها يعني استهلاكها أو الاستهلاك هو بسبب الوفرة وطرق المواصلات وطرق الاتصالات احنا الاتصالات آسية سيار عندنا وكورك وزيان صح أكثر المواطنيين تكون من سرقة هذه الشركات لأرصدتهم بطريقة أو بأم أشوف يقول لك خلاص الرصيد طرق المواصلات الحمد لله عد تتحسن آي بعد مرور كذا سنقلنا جيد والكهرباء هاي هي المشكلة الكبرى لأن إذا تروح الساعة على أبو الاستنساخ عايز تنسخ لك شيء وانطف الكهرباء يرجع يعيد الاستنساخ من جديد هذا استهلاك للورق واستهلاك للحبر واستهلاك للزمن فإذا انت خسران أنا إذا ما عندي كهرباء وطرق واتصالات مئة بالمئة معناها المشافي مالي ثعبان الوصول إليها الوقود حتى يصل إلى المحطة الفلانية يراد الوقت الوقت عامل الزمن جدا مهم زي نحن لنش ما نحترم هذا الزمن يعني يروح هاي الساعات تروح من دون أن نهتم بهذا الوقت وحتى مواعيدنا ما مضبوطة تشوفه أحسنت لأنه من إحنا صغار هذا الجيل السابق اللي سابقنا أيضا كان يحترمون الزمن وجيل بعد جيل الزمن قل احترامه أهميته ذهبت معناها عن نفقد بسبب عدم احترامنا للزمن عن نفقد كل شيء الزمن هو تخطيط تخطيط ما عندنا إذن الزمن ما مهم الما يخطط ما يحترم الزمن والما يحترم الزمن ما يهتم بالتخطيط يعني نحن نعلم قبل قبل شوية صار أنه سبع سنين بعد شوارع المدينة والأيمن لا زال على وضعه سبع سنوات معناها ما عندنا نحترم الزمن بس شيء أفضل من لا شيء إحنا أبو محمد إذا دائما نقول شيء أفضل من لا شيء معناها إحنا ما نحترم الحياة أيضا ليش الأجنبي من يشتغل مثلا جاد يشتغل بمنهول صار عنده مشكلة بالمنهول الفلاني هو يحفر المنهول هو يصلح الخطأ الموجود هو يرجع القبغ هو يصب وساوينه هو يشيل الوسخ ويمشي يخلص في أربع ساعات إحنا ما نحترم الزمن هاي الشغلة العدقولة الطول عندنا تقريبا ثلت شغل تمام لولا وكذا ويحد جاء بالسيارة ما له قسب هذا المنهول وقلبت بينه السيارة ويقولون الله يرحمه بسبب المنهول مات هو وابنه بغته والأخي يقولون المسكين تفلش وغاحت سيارته إحنا ما عن نحترم الزمن إحنا منظل ونقول الحمد لله الحمد لله على كل صغيرة وكبيرة المفروض الحمد لله ما ضغب عن اللسان على خلقتنا وعطانها للسين اللي عن نحكي بينه وسع كثير مواطني يتونسون يقول لك يمكن هذا أمبالسينه شوية على الحكومة غير أحكي شوية لأنه يعجبني أباغت قلب الشعب فلازم أحترم الزمن من خلالكم باي الساعة هم نحكي شوية على الحكومة أستاذنك بفاصل بعدها نكمل حكومة نعم شهد الكرام فاصل وقصير ثم لعب شهد الكرام مهلا بكم الجيري سعبد الكريم رح أبيك مرة أخرى في حدث اليوم سعبد الكريم يعني أيضا من ضمن الأزمات اللي يعاني منها المواطن الكريم مشكلة النفط الأبيض في كل شتاء هذه يعني تطفو على السطح في كل شتاء يعني أكثر من مرة يعني ناشدنا طالبنا معالي وزير النفوط أكثر من وزير أنه يعني مدينة الموصل الشتاءها قاسي لماذا لا يوزع هذا المنتوج في الصيف وقت انتهي المشكلة حتى لا المواطن يقف في طوابير في هذا البرد القارص أمام محطات الوقود نعم لكن الأسف لا استجابة تبقى نفس المشكلة نعم متكررة في كل المشكلة في توفر النفط الأبيض بالمحافظة ليست مشكلة المنتوج من قبل الدولة نعم المنتوج متوفر كما هو حال البانزين وزيت الغاز لكن المشكلة في التنسيق ما بين الحكومة المحلية المسؤولة عن هذا وبين بغداد أي أولا ثانيا المشكلة في الشركات الناقلة ثالثا المشكلة وهي الأكبر في محيط الموصل من يأخذ هذا المنتوج لصالحه طبعا التهريب موجود مع الأسف النفوس الضعيفة كثيرة يحبون أو كمن يخزنوا بيع سوق سوداء أو ككمية الكمية صدقني فائضة عن حاجة الناس أنا يعني متماعا في هذا وعلى سبيل المثال قبل قليل كنت بحدى محطات الوقود وسألتونه عن البانزين وعن زيت الغاز وعن الدفط الأبيض طلع لي سجلات شفت أنه بالمحطة هذه موجود عدهم ثلاثمية وواحد وخمسين ألف لتر هاليوم صباح ساعة السابعة صباحا وجدتهم مية واربع واربعين ألف لتر وحاجة المدينة ما تتعدى الميتين ألف ده هاي المحطة يعني أكو كثير وكذلك النفط الأبيض بس المشكلة بالشركات المنتوج متوفر إحنا ما بكل شي نظلم الوطن متأكد ونقول الحكومة مقصرة في كل لا إحنا المهربون لا وفقهم الله اللي هم ضعفاء النفس لأن الما عنده غيرة على أهله ما عنده غيرة على دينه والما عنده غيرة على دينه ما عنده غيرة على وطنه فهذول منزوعين من الخير ولهذا تشوف وجوههم مسودة من الدحق عليهم هذول يشتغلون باقي شغلات أكثرهم وجوههم مسودة لأنه عايز رقون قوة الشعب اللي ما ينطين يحصتي من النفط الأبيض حتى أدفي أولادي وعائلتي حتى يدرسون بشكل صحيح حتى ينامون بشكل صحيح حتى يكونون أصحاء هذا خاين للوطن فأرجو المعذرة ليس السبب حكومي السبب هو الناس من مسؤولين من منسقين أنا ما ذكرت سبب حكومة أنا ذكرت أنه مدينة الموصل يعني شتاها قارص يعني مقترح أمام معالي وزير هوك شتاها أبرد من الموصل السليماني أبرد ليش هناك متوفر هنا ما متوفر ولا بيبوا بالإشارة طيب ماذا عن الغاز أيضا الغاز أيضا الغاز بسبب التهريب بسبب ضعاف النفوس الرقابة قليلة طبعا إذا الرقابة قليلة من أمن العقاب أساء الأدب صح له لا هذا كله تنعرف الرقابة ضعيفة والغاز أيضا موجود تجي ستاء البارحة عن شيك على شغلة الغاز يجي مثلا بطل ونص إلى المحطة الفلانية بطل للناس ينطوم به أشقد البطل بالمناسبة البطل ألف وثمانميلة ألفين قنينة البطل الواحد يجي للمحطة بطل ونص نص اللمن على أساس السيارات اللي يتفول بالغاز والبطل للقناني من البطل ونص النص يروح هذا ينصهر يذوب في مكان ما ومن البطل اللي يابل ألف وثمانميلة ألفين قنينة فقط يخلوهم ألف ومائتين قنينة وستمائت قنينة إلى ثمانمائت قنينة يختفي الكمية تختفي يعني إيش معناها؟ معناها تهريد ولأنه الرقابة ضعيفة فهذا ينجح بالتهريب ويبقى المواطن بحاجة طيب يعني السيد النائب محمد نوري العبد الرب ذكر أن قيمة الأموال اللي دخلت خزينة الحكومة المحلية في نينوى سنة 2019 وإلى الآن بلغت أربعة آلاف مليار دينار يعني مبلغ كبير لا 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 رقم صغيغ هذا أبو محمد أنت عتقول أربعة آلاف مليار من 2019 2019 و21 و22 قسمها على أربعة سنين لا نحسب الثافية وعشرين مليار مليار يعني ألف مليار الألف مليار أشقد يعني الألف مليار يعني تقريبا تقريبا ستمائة مليون دولار إيه ستمائة مليون بس قل لي أشتعمل بيها يعني بس فهمني أشتعمل بستمائة مليون شوارع لو جسور لو كهرباء لو مال لو مضخات لو إسالة لو تلبيت حاجات قسم من الحاجات للمدارس المبلغ أنا أعتبره تافه بالحقيقة بالنسبة لإرادات العراق المفروض حصة المحافظة بالسنة ما تقل عن مليار ونص مليارين دولار إحنا ثلاثمائة مليون أربعمية غوح ستمائة مليون ماذا تفعل بها فأنا أرى أن هذا الرقم يعني متواضع جدا وبالعافية اللي يخلي بجيبه هم شوية منه يعني 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 يشتغلون خلف الله عليهم ولازم يأكلون ما اتعبهم طيب هذا المبلغ اللي ذكره ستمائة مليون سنويا يوازي هذا الإعمار والنسق اللي موجود كمهندس يعني بشكل عام لأنه الشغل بطيء الشغل بطيء بشكل عام أعتبره أعتبره يمشي الحال حتى لا يقولون يحكي علينا ما مريحك فيه يمشي الحال يمشي الحال وأكو تغيير وأكو شوف أكو أكو طبعا كلتنا لما استخدام بالذات الطرق والأرصفة والحدائق الحمد لله نوعا ما صاغت البيض والإنارة والكهرباء عايش تغلون بشكل رائع أبو الماء عايش تغل أيضا بشكل جيد فبالنسبة للفلوس اللي عاد تجي أنا أعتبر هذا الشيء ممتاز في مكانه الصحيح تشوفه أعتبره شيء جيد طيب هذلك يعني بعض يتحدث عن فساد في العديد من المشاريع يعني بيع عدد من المشاريع بالباطن بين مقاول بين شركة كل الناس تعوف هذا وكل الناس تحكي بيها وكل المسؤولين يقولون يقولون السريقات يعني من البرلمان رئيس الدولة رئيس وزراء والبرلمانيين كلهم ويقولون أكو سريقات بس ما سمعنا أنه سارق وضع في السجن ما سمعنا هذا الولد اللي باع كلينس أربع فاكتات سارق له كلينس يمكن أي قبل كم سنة وصدروا علينا حكم كذا سنة سجن عفو هذا الطفل يعني بس مثلا وزير التجارة اللي كان سابقا السوداني أخذ له مليارين دولار مليارين دولار طلع بكفالة بأربعين مليون دينار عراقي وأنا المحامي ما له شخصيا أعلمني بهذا مرتبات مش مشة بالكرادة داخل ببغداد قال بعد شهرين طلعوا بكفالة بأربعين مليون دينار عراقي وأخذنوا مليارين ما شفنا واحد نسجن نشوف بس نسمع الطائرات طارت ومليانة فلوس أخذوها الإماراتيين أخذوها بنقل لبنانية أخذتها دولة الجوار فلان وغاحت الفلوس في فرنسا وفي سويسرا وما سمعنا لي حد الآن واحد نسجن فالسرقات موجودة ومستمرة وهاي أسرة البرلمان يش نواجبه النايب البرلمان من اختاره الشعب واجبه أن يخدم الشعب ويشرع القوانين الصحيحة ويراقب الأداء الوزارات والدولة بالكامل احنا أكثر البرلمانيين ونحكي عن أهل الموصل بالذات أكثرهم معاقبين مع المعاملات اتدحق عليهم حتى منظرهم مخزي من يروح يراجع إلى الوزير الفلاني إلى المدير الدائرة الفلانية جاء يغيد يحصل له مشروع يحصل له أرض استثمار يروح يزايد من غير مكان يجيب له يحصل له موافقات تعيين كاذبة فضائيين يعني وياكل فلوسهم ما شفنا واحد نسجن احنا إذا ما تكون الرقابة صادقة أمينة تمثل العراق العظيم أنا دائما يعجبني يتكلم عن وطني بلدي هذا الحبيب المظلوم هذا البلد المجروح المفروض يمثلونه أجمل تمثيل وإذا ما نكون قسات بالحكم على أمثال هؤلاء البلد من هاوية إلى هاوية أخرى طيب يعني ماذا تحتاج نينوة حتى تنهض بشكل يليق بهذا التاريخ بهذه الحضارة حتى ضاهي مدن الجوار على الأقل يعني كروية من المهندس نعم تحتاج إلى رموز إلى رموز تبيض الوج هذا مختصر مفيد إذا جاءنا الرمز يعني ها بدنا نرجع ونقول أبيات شعرية دائما نقولها ونقول السبب هو الاتخابات بالانتخاب يرشح القاصي والداني وبالمصلاو يقولون شعيط ومعيط ونطاط الحيط إحنا المفروض مثل ما قال الشاعر الناس اضوحى الانتخاب أشي يعملون فاختروا منكم فتاة محترمة وابن شيخ طاهر محترم واختروا من شرفت أخلاقه وانبذوا كل غوي مجرمي المفروض ما هو باسم العشيرة دي الانتخاب فلان والله لأنه شيخ عشيرة أو نريد هذا جبور يفوز أو حديد يفوز أو عبيد يفوز المفروض ناخذ القدوات في المجتمع قبل كان بالصف قدوة الصف ليش يسمونه قدوة الصف مؤدب شاطق نظيف ضوابط معينة ما هي الضوابط اللي يجون يرشحون عليها البرلمانيين مجرد عمو 28 وستعملوا 25 سنة عيغيدون يعملوا عمو 25 يرشح وهي كل الفرق ثلث سنة يعني ثلث دقائق من العمو المفروض ما يرشح الا عمو كنت جاوز الاربعين حتى الله كنت وصله واستوى حتى اذا استوى الله يعطينه العلم والمعرفة و عنده خبرة بالحياة ممارسة عملية بس احنا كل اللي يعيجون والله سعكوا اسماء بالبرلمان نسع اذا اذكرهم والله ما يتقون يرفعون غاسم لي فقوة برلماني ونسته باعتبار مواطن عراق بس عندي شيء حلو بالقانون حرية التعبير عن الرأي ممكن نستحكي على فلان بالمكشوف بس هم نقول نخلي الزمن بلك الزمن يلويهم شوية بلك يخجرون على نفسهم ويستقيمون ويرعوون من اجل خدمة موصلهم اللي هي جزء من العراق احنا من عن نخدم الموصل عن نخدم العراق ابو البصرة هم يخدم البصرة وعي يخدم العراق بس نخليها نقول نمهلم شوية وقربان لله ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته يجيهم يوم ان شاء الله ويجينا يغوحون ينقرضون وتجينا الرموز اللي تخدم المحافظة وتخدم العراق وتخدم الامة العربية والاسلامية هكذا نريد طيب اي المشاريع تحتاجها الموصل نينو واليوم كمشاريع استراتيجية كلها كلها تحتاج الطرق والجسور كهرباء ماء حدائق شوارع ارصف مدارس تحتاج الى ابتسامة تحتاج الى اعادة نظام الفتو والطلايع تحتاج الى كل شيء نعمله من اجل بناء جيل جميل جيل يعني كنفتاهم انه الحياة حلوة اذا كانت مستقيمة ومعتدلة ما ستشكوا فوضى هالساته هالساتة تشوف المواطن عايسوق السيارة مالو زت القوطية مال فبسي من السيارة زت البطل هاي كلها لازم نتعاون عليها لازم نستحي من اي تصرف مخجل انا انا وطني هذا وطني كان قبل قبل سبع تالاف سنة وكل شي قبل كان اجمل بنهزة ليش قبل يوصفون العراق بالجنائن المعلقة والحضار وملوية سامرة ومدينة اور البابا لو ما يعف اورة شون كانت ما كان يجي عليها ولو هو الغرض ماله ديني سياسي بس احنا احنا مهد الحضارات احنا للعالم منارة مثل ما قال حسام الرسام بالافتتاح ما الخليجي خمسة عشر احنا حضارة والعالم منارة احنا اول البشر نعم ما كو مثلنا احنا بس مع الاسف القادة ما لدينا يعيس احوانا يعني تعرف الموصل تضررت كثيرا بحاجة الى مشاريع استراتيجية يعني تغير ملامحها تغير هذا الواقع المواطني طبعا من يشوف يعني اكو مشاريع اكو عمل اكو يعني مشافي يعني مميزة فنادق اكو عمل يعني لنهر دجلة نعم هذا يعني كثف النهر يعني يشعر انه اكو اكو انجاز اكو عمل يطمئن لما موجود احنا استاذ ابو محمد البرلمان حتى النهر بدون كري هاي صار سنوات احنا احكي لك عن نهر شوي احنا الموصل قبل سنوات البرلمان العراق يشقل عليها جاوبني منكوبة منكوبة زيان المنكوبة المدينة المنكوبة يترتب عليها تستثنى من كافة الضوابط والشروط يعني اذا الموازنة مع المحافظين وكانت قبل ما تكون منكوبة خلينا نقول مليار دولار فرضا فرضا المفروض ان كانت منكوبة المليار هاي على صفحة وتجيها عشر مليارات اخرى حتى تعيدها الى عظمتها الى مجدها تعيد رونقة صح لو لا احنا الموصل السعر تحتاج كل شيء تحتاج انا قلتوها قبل قليل تحتاجي شوارع جسور ومدارس وحدايق ومشافي ومساجد ويعني كل ما هو جميل تحتاجه الموصل بس وين رئيس الوزراء وينه وين فلوس العراق بس اغدفتهم هذا العراق الستاعة حكيناها اربعمائة مليون باليوم ايه ما تخلي ويصبع اطوح الفلوس الخاطق الله يعني اشنو هذا العراق ويصبع يودون فلوسه اين تذهب خلي حاسبوا نفسهم حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا ليش هالشكل عدتعملون بينا ليش وبالذات الموصل ليش هاي جمجمة العراق هاي بصرة استعتقر العراق الباسم من الجنوب والموصل جمجمة العراق موجود اشي مثل الجناحين هاي في الشمال واذاك بالجنوب هايش قد حلو هالجسم اللطيف هذا بالعراق وغاسو بغداد المركز الحلو يعني الا يجب ان تكون احالة المشاريع بطريقة نزيهة شفافة تعلن امام الناس حتى المواطن يعرف انه هذه المشاريع وحيلة الى شركات رصينة كلامك مضبوط احنا الضمير الضمير كل شيء الضمير الله يقول احيانا على ناس يقول وتراهم ينظرون اليك وتراهم ينظرون اليك وهم لا يفسرون البصيرة ما موجودة ما احنا قلنا حب الوطن من الايمان احنا تشكل لجان اسعدة نقول اكو فساد شكلنا لجان ما هي اللجان نفسه ايضا فازد اللجان ايضا تاخذ لحصة يعني الحل اسعى هاي الاوكراني اللي دخل حرب مع روسيا فترة من الفترات بالالفين وثمانية وتسعة وعشرة كان الفساد مستشري بشكل ما طبيعي انا اتكلم هكذا لان اولادي بعت له منوك خلال سنة الرئيس الاوكراني الجديد عمله جهاز خاص بينه خاص بينه فقط يلقي القبض علي من على الفاسد والياخد الرشاوة تم القضاء على الرشاوة في اوكرانيا خلال اشهر معدودة الرأس كل شي يعتمد على الرأس يعني هم نرجع على ذيك السمك اللي حكينا ذاك اليوم من جادي يشتغي السمك يعي يشتم من ذيله البايع قل له اشعر تعمل قل له ده شعر فاسد لا قل له بابا يريد نشوف السمك فاسد يشتم من رأس وما من الذيل قل له بابا الرأس من زمان فاسد يريد نشوف الفساد وصل للذيل الولا فاحنا الفساد كن نخره للجسد من فوق لي جهوه اذا ما يجي رأس يسيطر على موضوع القضاء على الفاسدين صدقني البلد ينهار مستمر الانهيار مستمر منه دير بال منه دير بال على الفقير وعلى العطالين مهندسين بالآلاف والأطباء والزراعيين والإداريين يعني هذا الفساد إذا يظل هالشكل معناها البطالة راح تزيد معناها الفقر راح ينتشر بين المجتمع معناها السرقات راح تزيد والقتل راح يزيد والرشاوة راح تزيد أكثر فالحكي كله بالمهرة والفارس طيب احنا ما نحتاج القطاع الخاص فيه هذا هذا أروح شيء وإعادة العمل من المعامل أروح شيء الاهتمام بالقطاع الخاص القطاع الخاص حتى تنفتح آلاف المشاريع آلاف المصانع هاي كله الأشك وبطالين الكل تشتغل والإنسان من يشتغل صديدا الحق الإنسان من يشتغل كيف يحس بسعادة الساعة المخرج المعاك والمصور والأخ المنتج وجنابك من أكو شغل أنت أولا عتأدي واجب بعدين عتتتقاضى علينا وراتب عتعايش أسرتك بي راح نغيد دولة تدعم القطاع الخاص بس هذا الشيء ما موجود ليش التخطيط فقدان التخطيط يسبب هذا طيب لديك بالتأكيد يعني ملاحظات من خلال عمل الحكومة المحلية كيف تقيم هذا العمل هل أنت راضي عن هذا أم لديك ملاحظات بالحقيقة يعني كنسبة وتناسب دائما نسبة وتناسب أنا من أتكلم عن هذا الشيء أداء الحكومة لا يعتبر يعني مثلا سلبي كذا لكنه بطيء أنا كمهندس يعني أستعيسون عيصبغون الشوارع حاليا عيصبغوها أكثرها صبغ عادي غير في سفوري ليش هذا الشيء يعني البارحة شفت عيخلون السرعة بتحديد السرعة بالشارع مكتوب مثلا الرقم خمسين أو ستين تعرف الحجم ما لها شقد ما بيها متر دائرة قطرها متر زيان أنت عتتمشي بسرعة ستين وسيارتك قمارة ناصي أشون تقرأ الرقم بالشارع وانت ما عشوفه يعني أنا دركز أجيك فوق المكتوب أقرأ أشقد مكتوب السرعة مثلا مثلا هذا خطأ المفروض يكون الرقم كبير يرى من بعيد في سفوري للرصيف وللتقطيع الأبيض بالشوارع هاي ما أنا أعتبر هذا فشل أعتبر يجي امرأة عربة مع الطفل دي تعبر الرصيف الوسطي مين تعبر العربة تشيلها هالشكل وتعبرها لو المفروض مكان خاص لعبور العربات رجل أعمى رجل كبير في السن ما يقدر يرفع رجله زين ليش ما تحسبوها انتم عاد تشتغلون وعاد تشتغلون زين ما عم سافرين للخارج ما شايفين برا أشكو ما رايحين يعني هاي التركيا في سوريا بيها التعبانة ما رايحين للأردن ما كنت طلعت من برا يمين يسار ما رايحين تقلدوهم المفروض احنا احنا الابداع احنا دائما نقول احنا الحضارة بس ما عنا شوف هذا الشيء موجود سعبد الكريم أستاذ نكون فاصل بعدها براحتك أستاذ شاهد الكرام فاصل وقصير ثم العود شاهد الكرام أحلى منكم مجرد أستاذ 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 عبد الكريم ذكرت الملاحظات اللي عندك وهموم كثيرة أزمات كثيرة تعاني من المحافظة وينذر أستاذ النواب يعني اللي يجب أنه يكون عينهم عنا نينوى لأنه تعرف غياب مجلس المحافظة أثر كثيرا ويجب أن يكون لهم دور أكبر في حينة بعض المشاكل حتى ما نظلم من أستاذ النواب معظمهم معظمهم سيء والقلة عفيف شريف نظيف يتمنى خدمة أهله بس القلة هذه الضيع ضمن الأغلبية المامريح النواب دورهم يكاد يكون صفر يكاد يكون يكاد ما صار يكاد يكون صفر يعني حتى اللي نعرفه نظيف كل تكم عدت تعرفون أداء وقل بسبب السيئين والمصالح الشخصية اللي يعني يحاولون أنه يحصلوها تغلبت على مصالح المدينة والمجتمع والوطن فما أعتقد لهم دور النواب اللي يمثلون حالياً في بغداد وبصراحة أنا أنتقدهم بشدة وإن شاء الله سنظهر أمام الإعلام في حلقات أخرى في برامج أخرى من خلال الراديو والتلفاز والإنترنيت والفيسبوك وكذا ورح نتكلم عليهم فعطيناهم مهلة من الزمن خلي يستقيمون ويستوون وخلي يرجعون وناس طبيعيين وسط أهلم وسط الفقير والمحتاج خلي يجعون يلتقون مع عامة الناس حتى يشوفون حاجة المدينة بالذات وحاجة محافظتهم وعراقهم ما هي الحاجة حتى يشتغلون من أجل هذا وإن بقوا هكذا فالخزي والعارس يطاردهم والتاريخ يكتب كلتنا عندنا يكتب أفلان عيفعل كذا مزاحم الخيار كذا لقمان رشيدي كذا طالب المعماري كذا فلان ابن فلان كذا التاريخ سيكتب والله سيأتي يوم يلعن فيه المخزي يلعن فيه المصلح ويشاد بالبنان لكل شريف فخلي يدارقون الموقف ويرجعون إلى الله بعودتهم إلى المواطن الطير تعرف يعني دور السادة النواف في بغداد كبير يعني ملفات كثيرة تعاني منها نينو يعني ملف التعويضات ملفات أخرى يعني بحاجة المحافظة بحاجة إلى دعمهم إلى تعاونهم في بغداد من أجل استحصال هذه الحقوق اللي يعني يحتاجها لهم يعني تشوف حققوا شيء من هذه طول يشقلناها خلي يرجعون جنابك أسع ذكرت ملف التعويضات فعلا هذا ملف تنفيذه ما صعب بسيط جدا كذا 22 24 ألف معاملة موجودة ببغداد ومثل ما نقول بالمصال نيمي ببغداد ليش ما يحيوها ليش ما يطالبون رئاسة الوزراء بصرف المستحقات واش ميت مليار دينار عراقي تغطيها الكل ميت مليار يعني حوالي 60 65 مليون دولار نحن نضخ نفط باليوم أربعة قلنا أربعة إلى خمسة مليون برميل في ثمانين نحسبها أربعة مليون في ثمانين هاي صار 360 وإذا خمسة صار 400 مليون نحن نحتاج 60 مليون نتغطي المحافظة بالكامل 60 مليون دولار ما 60 200 مليون دولار لوجه الله تعالى نمطل المحتاجة ليش ما يفسعون على هذا نواب المحافظة لأنه مصلحتهم الشخصية أغلبهم يفضلون مصلحتهم الشخصية على مصلحت المواطن الذي انتخبهم والذي والذي أتى بهم حتى يخدموا ما حتى يعزلوا ما حتى هكذا ينبذوا فواجبهم ضعيفة كثير طيب برأيك يعني الحل يا هالينينا وهل يعني في انتخابات نزيهة لمجلس محافظة قادم يعني في شهر العاشر من هذا العام ممكن تفرز لنا شخصيات يعني تكون والله بعدين يعني الضخ المالي الموجود من قبل الفاسدين ما تجعل الانتخابات نزيهة منه راح يجينا نظيف النظيف راح يجي السعب وعمر إذا يرشح احترامي لكل الأحسن مني إن شاء الله لكل أحسن بس إذا رشح وعندي حس وطني نفسي وطني ومندفع على البناء أنا متأكد راح يجيبوا لك أمر من بغداد هذا مشمول بالاجتفاث هذا مشمول بالمسائلة والعدالة هذا يطلعوني فقر بالقانون يبعدوني عن الانتخاب فالفاسدين هي من اللوقية يعني أي من هذول اللي يوصلون مع احترامنا للشرفاء الموجودين وإحنا دائما من نتكلم نعني السيئين والجيدين الله يحفظهم ويبارك بهم ما لدينا علاقة نحكي أشكل حتى لاحد يشتكي علينا حتى الكل المشتكي معناها سيئ فنحكي لأي الفقرة حتى الكل تحترون أستاذ الكريم يعني تعرف احنا ما ريد نحبط المواطن يعني نتأمل خير في هذه الانتخابات ونتفاعل إن شاء الله خير نعم أهل الموصل ينتظرون أو أهل النينو ينتظرون هذه الانتخابات على هو يعني يفرز مجلس محافظة يعني يكون واجب خدمي رقابي ممكن يقدم شيء لهذه المحافظة بعد هذه المعاناة نتمنى 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 مثل ما السعنت تتمنى الكل تتمنى نعم كل الناس تتمنى يجونا ناس يمثلونا يبيضون ويش يخدمونا نعم بس إحنا هاي من 2003 لي حد الان يعني أنت من الناس حسيت أكوت أحسن لا والله والله من سيئ إلى أسوأ يعني ما قالوا إن لغة التدقيق الأمني دوائر الدولة بالموصل رجع التدقيق الأمني أنا أعتبره شيء جيد بس ما المفروض تعرق المعاملات الناس التدقيق بالعكس هذا شيء ضروري حتى لا نفسع المجال للفاسدين للمجرمين أن ينالوا من الشرفاء بس ما معنى هذا أنه التدقيق الأمني يزيد من الفساد مثلا يمشون شغرته مثلا يمشون شغرته مقابل مبلغ من المال حتى تتمشي المعاملة لا هذا لا يجوز خليه يكون التدقيق التدقيق الأمني يكون مثل ما دول العالم تراقب دولها بالكامل خلي الجهات الأمنية تراقب المجتمع بشكل عام عنده منظومة كاميرات وعنده الحاسبات الموجودة وعنده المعلومات العامة عنده المختارين نفسهم المنتسبين يدققون إحنا بس إحنا نلاحظ أنه البرلمانيين ما عايق الدون واجم بشكل صحيح وما عايق يزورون هاي الدوائر ذات العلاقة على تدقيق الأمني مثلا على التعويضات على المشافي على التربية لازم أكو تعديلات على القانون الانتخابي لمجالس المحافظات نعم يعني برأيك يعني أي القانون أو تعديلات التي تجيب أن توفر حتى هو إن كان في الانتخابات القادمة المحافظة تعتبر منطقة انتخابية واحدة يعني مو نظام دوائر تقصر لا 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 نظام الدوائر أنا أعتبره بالنسبة لي هذا رمز شيء من أو خطوة من خطوات الفساد هاي أولا وبعدين يعتمدون قانون سانت ليغو أبل وان بوينت سيفن نعم المفروض هذا الرقم يقل لأن كلما كبر هذا الرقم هذا المعامل معامل الضرب وان بوينت سيفن كلما ما زاد معناها الكتل الكبيرة القوية اللي عند رأي اسمه القوي تبلع الكتل الصغيرة والذين يرشحون فرادة نعم نستقل لها أرشح باسمي أنا باسمي أجيب لي عشرين ألف صوت وكتلة جابت مئتين ألف صوت الكتلة كتلة يعني بها فقط أربعين مرشح الأربعين جابوا مئتين ألف يعني معدل المرشح خمسة ألاف وانا واحدة رشحته عشرين ألف أجيب معناها أنا ما فوز بالانتخابات بسبب قانون سانت ليغو الظالم للمواطن خليه يقولون كم أنثى يغيدون الربع من المحافظة بل قانون سانت ليغو كذا منه اللي يجيب أعلى الأصوات كفرد هذا الفائز الأول البعض بالأصوات الثانية والبعض الثالث وأعلى وحدة من النساء بالأصوات إن شاء الله تجيب لعشي صوت بس أعلى وحدة من النساء أي الفائز الرابع وهكذا تستمر للخامس والسابع والمرأة الثامن بس قانون سانت ليغو ودوائر انتخابية بالدوائر انتخابية أنا ستجيت وتخدم أكون ممثل في محافظتنا أو بالبرلمان أنا ممثل عن دائرة انتخابية لو عن محافظتي أنا عن محافظتي أنا عضو مجلس محافظة أمثل عضو مجلس محافظة ما عضو مجلس المنطقة الانتخابية الكلانية أو الدائرة الانتخابية أنا ممثل عن المحافظة فالمفروض المحافظة تكون صوت واحد دائرة واحدة ومن يفوز بالأعلى أكوناس قالوا ما أنتم أهل المدينة راح تتغلبون علينا نحن أهل القرى والأرياض ليش نتغلب عليك إحنا حاننا حال أبو سنجار حاننا حال أبو البعاج أبو القيارة بيخيغوا جيب أعلى الأصوات إخونا أنا أعدا تجيب مليون صوت أنت تجيب يجوز 15 ألف أنا تجيب 16 ألف مثلا من هو أبو الأعلى الأصوات هو هذا اللي يستحق يفويل أن يمثل محافظته يعني تتشوف جنابك أنه المنطقة الانتخابية المحافظة تكون دائرة واحدة هذا يلبي طموح الناخب والمرشح أنا بيأتي بالمثنة أنا عندي آلافي رشحوني بموصلة الجديدة ليش أبو موصلة الجديدة ما يحقلوا ينتخبني لأنه لدوائر ما يحقلوا بس خليني نكون دائرة انتخابية واحدة إحنا أهل الوطن إحنا أهل مكة أدرى بشعابها لما يفيدنا تقصد نعم أهل مكة أدرى بشعابي إحنا نعف مصطحتنا ويصب طيب يعني انتخابات وقرت بالعاشر لازم يكون إجراءات يكون ضوابط يكون آليات حتى تنجح هذه الانتخابات برأيك ما هي هذه الضوابط والآليات أهم شيء التقنية هذه ما تقبل غلط التكنولوجيا الحديثة يجب أن تستخدم ثم أعداد المشرفين على الانتخابات المراقبين والمراكزة الانتخابية كأعداد يجب أن تلبي طموع الجميع لأننا العملية الانتخابية من ساعة سبعة الصباح إلى ساعة سادسة مساء إحنا المفروض عندنا مراكز انتخابية وأجهزة تستقبل أعداد المشمولين بالتصوير خلال هذه الساعات تمام لولا ما يروحون على المراكز الانتخابي الفلاني والله الجهاز عاطل هم ست أجهزة عدم ثلاثة منها عاطلة وأربعة عاطلة والمواطن ما يصوت لا الرقابة يجب أن تكون شديدة النزاهة في العملية الانتخابية والعدالة في كل شيء العدل أساس الملك طيب يعني بعد هذه التجارب أكثر من دورة انتخابية لمجلس النواب مجلس محافظة يعني شوفوا بهذه الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب أكون مقاطعة كبيرة أو أغلبية صامتة صح يعني ممكن راح تتكرر هذه لو أكون مثلا زحف جماهية راح يسأل أصلا إذا الناس شافت أنه ماكو قوانين تحد من عدد الصور اللي ينشر الناخب مثلا يعني المفروض كل كل مرشح للانتخابات يحق له ينشر مثلا بالمدينة مئة صورة وكل واحد يطلع بالتلفزيون لمدة مثلا دقيقتين باليوم الواحد مثلا إذا ماكو عدالة بهذه الشغلات وما يحسون المواطنين ما يحسون أنه هذا يوميا يذبح له ميطلي والمرشح الآخر المسكين ما عنده يروح يفتر برجلية وذاك سياراته تفتر وعنده مناصب المفروض العدالة كل شيء المجتمع إذا ما حسب إذن لا تهل المواصر إحنا أهل المواصر بصراحة إذا ما نصل حد القناعة ما نشارك بالشيء يعني ستفلان يعزمني إذا أنا ما مختنع بينه والله ما روح العزيمة ماله كذلك العملية الانتخابية أنا إذا ما أقتنع بيها وش أنا أقتنع بيها أقتنع بيها من أشوف العدالة انتشرت عند المسؤولين عند الحكومة يعني بالمفوضية تكون عادلة ورئيس الوزراء يكون عادل إذا ما أحس بالعدالة ما يحتاج ولا تعب نفسي وروح تنتخب على عملية فاسدة أنتخب لواحد وعرف أنه صوتي يذهب هباء منتورة أو صوتي يحور أو يحرف يحول إلى شخص آخر راح تشهد صراع سياسي قبل ما أختم مع حضرتك هذه الانتخابية يعني الصراع السياسي ما بالأيدي طبعاً أكيد الصراع السياسي بالمال بالمال ومن أكثر المرشحين يحبون المال أحباً جمع يركضون وراء هم يحصل له فلوس وهم يفوز بالانتخابات ومن فاز بالانتخابات خاصة كبرلمان معناها هذا ضمن العيش الرغي والرفاهية ويومياً سيارة مثل ما قام مش عان الجبري قال حياة تتخبر حلوة جوى السفر الدبلو مأسي والفلوس نلعب بيها لعب ومن يفوت على البيت الولاد بابا اليوم الشنطج قد جبت النبي كم مليون دولار الصفقات الصيغ إذا أقوى عدالة غير شكل خلي تكون العدالة بيش اللي يفوز بالبرلمان راتب وراتب حالو من كان موظف كان معلم ورشح يبقى راتب وكان معلم أنا كمهندس راتب يظل هو ورشح للبرلمان حتى تخدم الشعب لا يكون الساعة الأبو البرلمان من يجي على دائرة بالتعليمات لازم يفوت لي باب المدير ومن يفوت على مدير الدائرة المدير يقوم من الكرسي مال ويقعد هو بمكانه علي أساس يابا ليش أنت مرسل وجبريل يجي بينك وبين رب العالمين أشنو أنت خادم للشعب والخادم المفروض يكون بالمكان البسيط المتواضع ما يكون متعالي رئيس تجمع أهل المنصر المهندس عبد الكريم العبيد شكرا جزيلا لطروحاتك وحضورك وإن شاء الله نتمل يعني خير في قوادم الأيام من أجل أنه تكون لينوى والعراق بخير إن شاء الله والعزة والعراق والعراقي إن شاء الله دائما اللهم أمين بس إحنا كنا نتمنى فقد تثاربع ساعات نحكي شوي على الحكومة حتى الشعب يرتاح إذا إحنا كلما نجي ما نحكي على الحكومة يماطي بأشكل خليس تجدوها لا يعني لا تقطعوا ويطلعوها بالتلفزيون حكونا حكونا شوي خليهم بغض قلب الشعب يا أستاذ قلوا لأستاذ غازي سلمنا علينا وقناة الموصلية مشهودة إنه تنتقد إحنا جينا حتى ننتقد بس ما يعني نكسغ بالناس لا بس ننتقد أداء الحكومة على دولتنا العراق العظيم عراق الحوب والمجد إن شاء الله خير شكرا جزيلا بارك الله فيكم مشاهد الكرام حتى ألتقيكم في حلقة مقبلة برنامج حدث اليوم تقبلوا تحياتي وتحيات زبالي في كهد العمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة